مرحبا أنا بير الخوري محامي بنائبة المحامين ببيروت ودكتور في القانون أستاذ محاضر متخصص بأوانين الملكية الفكرية وأوانين تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات حاليا نائب عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة في لبنان ومدير معهد المحامات في نقابة المحامين في بيروت الكالتور الهيريتج أو التراث الثقافي بشكل عام هو تعبير عن طرق المعيشة التي طور المجتمع وانتقلت من جيل إلى جيل والتراث الثقافي يتكون أولا من تراث ثقافي غير ملموس يتألف من عناصر غير مادية مثل الفنون الشعبية من شعر وغناء وموسيقى ومعتقدات شعبية وقصص وحكايات وألوان ورقص وألعاب ومختلف الممارسات من طقوس وتعبيرات وتقاليد وعدد وثانيا يتكون من تراث ثقافي ملموس يتألف من القطع الأثرية من اللوحات من الرسومات المطبعات المنهوتات المعالم التاريخية المباني المواقع الأثرية ويشمل كافة الأدلة والتعابير البشرية كالصور والوثائق والكتب والمخطوطات والأدوات سواء كانت فردية أو جماعية إذن التراث الثقافي هو إرث من التحف المادية ومن الصفات غير الملموسة لمجموعة أو لمجتمع موروثة من الأجيال السابقة ويتم الحفاظ عليها في الحاضر لكي تبقى للأجيال القادمة الجلام هو اختصار لصلاة العرض الجاليريز والمكتبات اللايبريريز ودور المحفوظات الأركايف والمتاحف الميوزيوم إذن الجلام يشملها المؤسسات الثقافية التي تساعد بالوصول إلى المعرفة والجلام بالإضافة إلى كونها تجمع التراث الثقافي هي تساهم بالصالح العام لأنها بشكل أساسي تحافظ على المصادر الأولية من التراث الثقافي وتعطيها قيمة كبيرة للباحثين الذين يمكن أن يصلوا إليها برأيي بقدر ما يكون الوصول والاستفادة من المعلومات الموجودة والمحفوظة من خلال وبواسطة الجلام سهل ومتاح بقدر ما نكون نساهم بحماية التراث الثقافي من خلال نشره ومشاركته مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لذلك مفروض على كل المجتمعات أن تدافع عن الأوبنجلام ولا تسمح الولوج للأعمال الموجودة بالمعارض والمكتبات والمحفوظات أن يبقى حكرا على فئة محددة من الناس وإنما تسمح بمشاركته والاستفادة منه من خلال إعادة استعمال التراث الثقافي الذي تحمله وتعكسه هذه الأعمال العضائق التي تعترض الأوبنجلام على الصعيد الخاص بكل مؤسسة تتلخص برأيي بشيئين العائق الأول هو عائق قانوني الأعمال وبخاصة الفنية الموجودة عند صلاة العرض والمكتبات والمحفوظات والمتاحف عادة حق المؤلف على هذه الأعمال يملكه شخص آخر غير المؤسسة التي تكون مؤتمنة على العمل كركيزة وليس كمالك للحقوق على العمل لأنه يجب الفصل ما بين ملكية الركيزة وملكية الحق على الركيزة وبالتالي لا يحق للمؤسسة أن تسمح لأي كان بالولوج المجاني أو غير المجاني للعمل قبل استئذان صاحب الحق وقد يكون الحصول على الحقوق بالتنازل عنها لصالح المؤسسة أو بالحصول على ترخيص هو الحل في هذه الحالة ولكن هذا أمر دونه عوائق لأن الأعمال الموروسة عادة ما يملكها عدد كبير من الورثة وبالتالي يصبح الحصول على تنازلات أو على ترخيص من قبل كافة الورثة أمرا شبه مستحيل عمليا كما وأن تعقيدات قوانين حق المؤلف والخوف من استخدام غير قانوني للأعمال إذن يؤدي إلى أن تتجه المؤسسات إلى اتباع سياسة متشددة في كل ما يتعلق بحقوق المؤلف وتطبيق بصورة صارب على كل الأعمال حتى تلك الموجودة في الملك العام ولكن ماديا موجودة لدى هذه المؤسسات بالإضافة إلى أن قوانين الملكية الأدبية والفنية أي حق المؤلف ليست نفسها في كل الدول وهذا الشيء يصعب التعامل بأعمال لا نعرف إذا كان يحق لنا أن نستعملها أم لا لأنه لا نعرف ما يقول قانون الدولة الأخرى ولكن لو كانت هذه الأعمال موضوعة بالأساس تحت رخصة استعمال مفتوحة بمعنى أن أي شخص كان يمكن أن يستفيد من المعلومات التي تحتويها هذه الأعمال كانت كل تلك المصاريف والهموم غير موجودة خاصة إذا وضعت سياسة استخدام واضحة لدى المؤسسة تساعد كل مستخدم لتلك الأعمال أن يعرف ما مسموح أن يقوم به وتحت أي شروط وبالتالي تسهيل الخدمة الذاتية نحن نحكي عن السلف سيرفيس وهذا الشيء حكما يخفف عدد شغل على الموظفين وعلى المؤسسة ويحميها قانونيا هذا أول عائق أما العائق الثاني للأوبنجلام هو عائق اقتصادي الأعمال الموجودة عند صلاة العرض والمكتبات والمحفوظات والمتاحث الهدف من حفظها عموما هو اقتصاد أي الحصول على مردود مادي مقابل السماح باستخدامها أو مجرد الوصول إليها أو الولوج إليها وإلى المعلومات التي تحتويها من خلال أعطاء ترخيص استخدام وهذا نموذج الأعمال المتبع لدى أغلب المؤسسات خاصة حين تقوم المؤسسة بحفظ الأعمال لديها بصورة رقمية والتي هي عملية مكلفة نسبيا وبالتالي حكما المؤسسة يجب أن تجد طريقة لكي تعود وتحصل هذا الاستثمار الذي وضعته لتكوين المجموعة لتكوين الديجيتال كوليكشن لديها كذلك المؤسسات التي تتكلف لحفظ الأعمال مادياً من أنظمة تهوئة ودرجة حرارة وأماكن حفظ ملائمة لكل عمل وتأمين ضد المخاطر والسرقة وحراسة وإلى ما هناك من مصاريف مختلفة إذن عدد هذه التكاليف المرتفعة للحفاظ على الأعمال يحتم أن يكون هناك وسيلة لدى المؤسسة لكي تسترجع جزءاً أو بعض من التكاليف التي صرفتها من خلال فرد رسوم دخول أو اشتراكات أو ترخيص مدفوعة للسماح للغير بالولوج للأعمال ورؤيتها والاستفادة مما تحتويه لكن لو كانت هذه الأعمال موضوعة تحت رخصة استعمال مفتوحة Open License بمعنى أنه أي إن كان يمكن أن يستفيد من المعلومات التي تحتويها هذه الأعمال مجاناً كان يمكن على المؤسسات أن تسترد المخاريف من خلال نماذج أعمال مختلفة الدراسات والوقاع أثبتت أن إدارة ومتابعة طلبات الترخيص هي مكلفة ويتتطلب مجهوداً وعنصراً بشرياً كبيراً وتلتب تكاليف ممكن أن تكون أكثر من المبالغ التي قد تستردها المؤسسة من استثمار تلك الأعمال أيضاً هناك نماذج أعمال جديدة ممكن أن تستخدمها تلك المؤسسات مثلاً إتاحة المجموعات والأعمال هي لا تعني عدم فرد رسوم على إنتاج نسخ الأعمال أو تحويل فرداً إلى نسخ رقمية وقد يتحمل المستخدم هذه الرسوم إذن هذه هي العوائق وأيضاً بعض الحلول للعوائق القانونية والعوائق الاقتصادية عملياً الأمر الذي ساعدني أن أرأ وأن أعرف أهمية الأوبني جلام هي الدراسات التي قمت بها على الأقل من سنة 2000 لليوم وأطروحة الدكتوراء التي كتبتها عن موضوع الاستثناءات على حق المؤلف هذه الدراسات أكدت لي أن حق المؤلف بشكل عام الهدف منه هو تحقيق الصالح العام من خلال الاعتراف للمؤلف بحقوق على نتاجه الفكري وأيضاً بنفس الوقت من خلال السماح للغير وبواسطة الاستثناءات على حق المؤلف باستخدام الأعمال المبتكرة بصورة مجانية ومن دون استئذان المؤلف أو صاحب الحق في بعض الحالات وبقدر ما يكون السماح واسع بقدر ما النتاج الفكري يكبر وهذا الشيء لا يعني انتهاك حقوق المؤلف المادية بقدر ما يعني إفادة المجتمع من المعلومات الموجودة في الأعمال المبتكرة والمعرفة التي تشع من تلك الأعمال للبناء عليها وإنتاج إبداع فكري جديد في حالة الأعمال الموجودة عند صلاة العرض والمكتبات والمحفوظات والمتاحث يجب دائماً أن نأخذ بعين الاعتبار ميذان المصالح هذا من جهة حقوق المؤلف المادية والمعنوية على الأعمال المبتكرة والتي لا يجب انتهاكها ومن جهة ثانية المصلحة المشروعة لمستخدمي الأعمال المحمية يعني الجمهور وهنا يأتي الدور الكبير للسلطة العامة والحكومات أن تشجع وتمول هذه المؤسسات إن كانت من القطاع الخاص أو من القطاع العام بهدف الحفاظ على التراث الثقافي من خلال نشره بصورة مجانية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص من دون أن تمش بحق المؤلف ومن دون أن تلحق ضرر بأصحاب الحقوق هذا الشيء حكماً سوف يساعد على تطور المجتمع وبالوقت نفسه سوف يساهم بالحفاظ على التراث الثقافي وصيانته لكل الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة التي لديها أو تملك أعمال من التراث الثقافي أو مجموعات أعمال ثقافية ثقافية بالمعنى الواسع للكلمة صور لوحات منحوتات آثار أنصحهم أن يفتحوا المجال لأي شخص كان أن يصل لتلك الأعمال بشكل مجاني أو على الأقل شبه مجاني لأن الوصول والاستخدام المعلومات يساهم أولاً بالحفاظ على التراث الثقافي للمجتمعات من خلال نشر الأعمال بين الجمهور ومعرفة عدد أكبر من الناس بها وتثقيفهم بتاريخهم وثانياً يساهم بتطور المجتمعات البشرية لأن التراث الثقافي يشكل عامل تمكين للتنمية المستدامة ويساهم بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبالتالي فإن مردوده غير المباشر على الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة التي لديها أو تملك أعمال من التراث الثقافي سيكون أكبر من المردود المباشر الذي قد تحصله في حال وضعت شروط ولوش صارمة للوصول لهذا التراث الثقافي ترجمة نانسي قنقر